السلام عليكم طلاب شلونكم شخباركم ان شاء الله الكل بخير خبرنا اليوم بخصوص العطلة مع اليوم الاربعاء وكذلك يوم واحد خمسة ستكون عطلة رسمية ومن المشمول تنويه هام تعطيل الدوام الرسمي يوم الاربعاء القادم بمناسبة رأس السنة الايزيدية في اقليم كردستان العراق طبعا هذه العطلة راح تكون يوم الاربعاء بمناسبة رأس السنة الايزيدية فقط في اقليم كردستان يعني فقط محافظات الشمال اللي يتابع الكردستان راح تكون لهم عطلة رسمية يوم الاربعاء اما بقية المحافظات فما مشمولين بهذه الأطلة وكذلك راح تكون الصاد في يوم واحد خمسة 2024 راح تكون عطلة رسمية بكافة محافظات العراق بمناسبة عيد العمال طبعا هاي العطلة راح تكون شاملة تشمل كل محافظات العراق راح تصادف يوم واحد خمسة وكذلك عطلة عيد الأبحى راح تكون لمدة أسبوع كامل من تبدي يوم الأحد 16 حزيران يوم عرفة وكذلك الأثنين أول أيام العيد والثلاثة ثان أيام العيد والأربعاء والخميس راح تصادف أسبوع كامل مع عدد جمعة والسبت طبعا راح تصادف بحزيران بشهر السادس أعتقد هذا كل ما بالخبر والتوضيح نتمنى التوفيق للجميع